اشتركوا في القناة هذه الكلمة عاشورة بين العبادة والعادة تعرفون رحمكم الله كيف أننا نعيش الآن في شهر طيب مبارك كريم هو الذي افتتحت به السنة الهجرية وهو شهر المحرم هذا الشهر الذي له مكانة عند الله وقد نسبه إلى نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام شهر الله المحرم وفي نفس الوقت فهو من الأشهر الحرم التي أمر الله تعالى بتعظيمها واحترامها وتوقيرها وتسمى بالمحرم لأن الله سبحانه وتعالى حرم القتال فيه كما هو الشأن بالنسبة لباقي الأشهر الحرم كما ذكرنا الله سبحانه وتعالى يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم والأعمال في هذا الشهر المبارك الكريم مباركة ومعظمة ويزيد أجرها ويتضاعف ثوابها على مستوى العبادة أفضل ما نحيي ونعظم به هذا الشهر هو الصيام ويتأكد أكثر يعني في اليوم في اليوم العاشر النهار عشر محرم ويمكن أن الإنسان يزيد له اليوم التاسع وممكن أيضا يزيد اليوم الحادي عشر ليخالف أهل الكتاب وأصل هذا الموضوع حادث النبي عليه الصلاة والسلام ومن ضمنها ما رواه الإمام المسلم عن نبي هرارة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل وأفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم هذا الحديث الشريف مهم جدا في هذا الباب لأنه يشرح لنا أفضل الصلاة وأفضل الصيام فأفضل الصلاة كما هو معلوم الصلوات الخمس وبعد ذلك في الدرجة جوف الليل ومعنى جوف الليل قيام الليل الصلاة في جوف الليل كما أن أفضل الصيام على الإطلاق هو صيام شهر رمضان المبارك الذي فرض الله تعالى صيامه ويأتي بعده في الدرجة صيام المحرم أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل وأفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم ومن فوائد هذا الصيام ما رواه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله يقصد صيام سيوم يوم عشرة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله فهو إذن يعادل في أجره أن يكفر سنة كاملة ولا يفضله في هذا إلا صيام يوم عرفة الذي يكفر دنوب سنتين سنة ماضية وسنة وسنة قابلة وبالإضافة إلى الصيام يكثر الإنسان من ذكر الله ومن الطاعات ومن الصدقات فذلك كله محمود هذا بالنسبة لعشرة في إطار العبادة أما في إطار العادة ما كان احتمانع أن الإنسان في هذا اليوم المبارك يوم عشرة التوسع على العيال أنه يتغلف ولدته ويتقدلهم مزيلا وفي نفس الوقت ما كان احتمانع كذلك يكون فيه صيلة صيلة الرحم يزور الإنسان لأقارب دياله ويجدد الصلة والمحبة بينه وبينهم هذه أمور أساسية ما يقصرش الإنسان بها بأنها مرتبطة بعشرة ولكنها مزيانة في أي وقت وما نحتشد الليل أنه نقول للناس ما تديروا هاش ما تديروا هاش النهار ديال المحرم لأنه ديالي يوم عشرة لأن يوم عشرة كبقية أيام الله وإن كان الله تعالى قد عضمه وفضله كما قلنا بصيامه والإكتار من ذكره فيه ولكن الذي يحدث في هذا المجال أن الناس يتوسعون في إطار العادات فيقعون في المحضور ويقعون في في المكروه ويسببون لبعضهم بعضا الأذى الأذى والضرر ولذلك الإنسان عندما يعظم هذا اليوم ويقدره ويصومه ويفرح به لأن موسى عليه السلام صامه وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا صامه وأمر بصيامه هذا كله شيء طيب ولكن عليه أن يحذر أولا الإدرار بالناس فكثير من الشباب غير المتخلق للأسف الشديد يقع في كثير من الإدرار بالناس في هذا اليوم لدرجة أن البعض مننا يتحرج من الخروج في يوم أو في ليلة عاشور لما يمكن أن يصيبه من الأذى في الطريق ومن ضمن هذا الأذى الذي لا يقبل بأي حال من الأحوال رس الناس بالماء فهدفه إدرار بالناس وتلويت ملابسهم وتعريضهم للأمراض وفي نفس الوقت فيه تضيع للماء ونحن في زمان في أمس الحاجة إلى قطرة واحدة من الماء من سبب في تضيعها بما لا يليق فهو مسؤول أمام الله عن تضيع النعم ومن ضمنها كذلك التراشق بالبيض سواء كان بيضا طيبا أو بيضا أو بيضا فاسدا فهذا كله من من المحذور لأن البيض الحلال يحتاج إليه الناس في أكلهم ولهذا خلقه الله وتعالى ورزقنا إياه والبيض الفاسد فيه أيضا إضرار بالناس وتلويت لأبدانهم وألبستهم ولكل ما يملكون ومن ضمن المفاسد العظيمة التي لا علاقة لها بالدين بل هي من الوتنيات وأمور الشيعة التي تسربت إلينا وأمور اليهود كذلك إشعال النيران وما تسببه من تلويت للبيئة وتعريض الناس للحرق بالإضافة إلى أنها كما قلنا ليست لا من العادة ولا من العبادة إنما هي من الضلالات التي وصلت إلى هذه الأمة عن طريق عن طريق الغير إلى غير ذلك من المفاسد التي تعيشونها وتعرفونها جميعا لا دعيا أطيل فيها والمطلوب في نهاية هذه الكلمة المتواضعة أن على الناس أن يعلموا هذا وينبه أبناءهم بل ويأخذ يأخذهم بشيء من الحدة والشدة على أن يمتنعوا من هذه من هذه المسائل فلابد من أن نملأ أوقات أبنائنا بالخير ونأخذهم معنا إلى المساجد ونصومهم إذا استطعوا لذلك سبيلا لنشغلهم عما عما لا ينبغي وما لا يلغ كما يجب على المسؤولين منع هذه الاحتفالات الضالة التي تضر بالناس ولا نكتسب منها أي تمنفع اللهم إلا تضيع ممتلكاتنا وتلويت بيئتنا وتشويه سمعتنا وتشويه ديننا أيضا الذي لم يأذن الله تعالى بأن نقوم بهذه الأمور التي لا صلة لها لا صلة لها بنا ولا تنفعنا لا من قريب ولا من بعيد بل العكس من ذلك تضر بنا ماديا ومعنويا ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة